نحبش لفرق تاني غير النادي الاهلي طول من انت موجود في النادي الاهلي لا لعبت سنة لعبت مع مين لعبت الزمالك سنة سنة؟ شكرين عم ياسي شكرين عم ياسي ليه كان بقرار من الدكتور حسن مصطفى سعيدة اه فاخد قرار ان نلعب مع الزمالك السنة ديت بدون نلعب مباراة الاهلي كان سببها ايه؟ كان مشكلة مع المدرب مع المدرب مدرب كان عاوز يبطل لك مثلا كان عايز اه كان مدرب محمد عبنواطي كابت محمد عبنواطي طبعا ليه كل احترامك كابت محمد عبنواطي بس احنا بقنا حبايب جدا دلوقتي لا 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 الحاجات دي في الرياضة حاجات بسيطة لما لعبت في الزمالك فكرت بقى ايه انت فكرت انت ربت في النادي الاهلي وجدران النادي الاهلي وبعد كده مرة واحدة لقيت نفسك في نادي الزمالك ايه اللي ايه اللي حصلنا؟ ولا حاجة انت كنت بتحاول تقدي لان انا انا كان ساعتها كان ندخني على كاس عالم اه فما كانش ينفع اه ان انا اعوض الفطر يعني دكتور حسب الصف ودك نادي زمالك عشان تلعب اه وعاوزك اساسي معاه في المنتحدة بالضبط فقال لي لا تلعب في النادي من الانديها الكبيرة واداني اختيارات فمنهم اسكندرية فقلت له دكتور يعني مش مش هقدر اسافر وجمعاتي وقال لي خلاص بيتروح الزمالك وما تلعبش منشاط الاهلي لما قلت لهم في الاهلي لان رايح الزمالك حصل ايه؟ طبعا انا عاعد معايا كابتن عدلي قيعي وعاعد معايا كابتن حسن الحمدي وقال لي بلاش قلت له يا كابتن انا الوقت عندي كاس عالم كمان شهرية لو ملعبتش لو قعت في النادي شلع في كاس العالم لو ملعبتش هبقى بره منتخب قال لي خلاص شوف مصلحتك فين اعملها وبطلت في النادي زمالك لا 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 هي سانة سانة طب انتو لما بدأت وقعدتو كده وعملتو بقى عايزت تعمل سيستم وتعمل نظام اول حاجة حططوها في النظام كان ايه اول حاجة حططوها كده انتو عاوز تطور كرة اليد وعاوز اطلع ناشئين وعاوز اكسب بطولات وفي نفس الوقت عاوز اعتمد على الناشئين اللي عندي انتو اول حاجة وانتو بتحطوها كده في السيستم بتاعك وإيه اللي كنت بحطينه لو بنتكلم في الدرجة الاولى رجال وسيدات انا بشوف ايه السلبيات اللي كانت موجودة عندي في الرجال اولا بضور عمدير فني محترم مم وبسيب هو يشكل جهازه يعني مش انا اللي بشكله الجهاز لا بسيب هو يختار العناصر ستشغل معها عشان يبقى مرتاح أنا دوري كرئيس جهاز أنا بعد أقيم أقيم بقى الشغل ده يعني أشوف الانسجام اللي بين المدرب والجهاز اللي معاه أشوف اللي عيبة اللي في الملعب إيه المراكز اللي عندي اللي فيها قصور عندي فيها ضعف بنبتدي نقعد نتناقش مع المدرب نشوف طب إيه العناصر اللي موجودة في السوق مثلا إن إحنا ممكن نلجأ لها عشان ندعم المكان ده بنبتدي نتحرك في الاتجاه ده طب إنت من وجهة نظرك بقى انت جربتك كل المدربين وعدتها في مراحل كتيرة جدا انت شايف في المرحلة النشئين والصغيرين الأصلح ليهم اللي يبقى فيه مدرب أجنبي ولا مدرب مصري بالصراحة ده ما يقللش بالكفاءة المدرب المصري لا أنا شايف إنه يبقى لازم مدرب أجنبي مدرب أجنبي مشرف على قطاع النشئ لا أنا بتكلم على المدرب اللي هو لما يكون مشرف بيعمل برنامج للفرقة للفرقة ولا بيبقى المدير الفني هو اللي بيحط لا يعمل برنامج للفرقة ويمشوا عليه أي مدرب ونحط سيستم نشتغل عليه عشان نبقى عارفين احنا المشكلة كبتون منصفة إن كل واحد بيشتغل بدماغه الموضوع إن كل واحد يشتغل بدماغه ودي بتعمل شوية فروقات لما بتيجي اللعيبة تطلع تشتغل مع حد تاني بتقابل المشاكل لكن لما يكون السيستم واحد بيبقى سهل اللعيب لما أخد لعيب مثلا من نشيه لا يبقى في طرق اللعب اه المرتبط يعني أنا أخد لعيب من المرتبط أحطه مع الدرجة اللي هو مش عافية لها بردو كنت عازي أعرف حتة المرتبط في ناس كتابة بش عارف يعني إيه المرتبط مرتبط ده هل الفريق مثلا من بتاعت 20 سنة يكامل النتائج بتاعت الفريق الأول لما بيلعب مع فرقة تانية والنقط بتاعته بتوضاف إزاي القصة بتاعتها دي هي بيبقى المرتبط دوت بيضيف نتائجه نقط هي بتبقى نقط بياخد مثلا لو طلع أول بديله مثلا ثلاث نقط وتوضاف لنتائج اللي إيه الدرجة الأول هي الفكرة إن هو عامل مرتبط دوت ده الكلام ده من زمان من فترة يعني عشان يقوي فرق الناشئين لأن الفرق الناشئين دي ما بتروح تلعب كاس عالم وتلعب بطولة أفريقيا والكلام ده كله فهو عايز يقوي الفرق دي عشان يقويها ويخلي الدوري قوي تحت وفوق ويبقى ليهم أهمية من النهاردة كان فيه فترة الناس تقول لك الدرجة الأولى الناشئين ما لهمش لازم لكن ما فيش حاجة ما لازم إن ده اللي بيفرز في الدرجة الأولى بعد كده لازم اهتم من تحت عشان افرز في الدرجة الأولى فهو عمل موضوع المرتبط ده عشان يقوي ويخلي الأندية تهتم فرق الناشئين واحتكاك للعيب اللي تحت بالظبط وإن هو كمان لإن هو ده بيلعب أفريقيا ما أنا عايزه كمنتخبات يبقى عندي منتخب قوي ينافس على أفريقيا وينافس على ثلاث العالم نعم في الناشئين يعني انت شاب في مرحلة الناشئين دي أو المدير الفني للفريق الأول لازم بيشوف زي احنا على أيامنا كان فيه ديكوتي كان بيجيبنا أحيانا الصبحية مش عشان نتمر تفرجنا على الناشئين الصغيرين وهو كان قاعد بيتابع ويقولك ده هيبقى حيفيد في أول وده هنطلع وده وده وفعلا الكلام اللي كان بيقوله ما فيش مجملات كان بالحرف اللعيب ده اللي يقولك كذا بعدين إيه ما يقولناش على اللعيب بعد ما بنخلص المباراة يقولك إيه إنت مين اللي عجبك أقوله مثلا رقم تسعة وإنت يقولك رقم ستة وفي الآخر بيوم جمع اللي هو اختاره فعلا هتلاقي كله بقى أجمل عليه إنه هو هو ده اللي عيب يعني المرحلة السنية الصغيرة دي محتاجة مدرب أجنبي أكيد بس أنا شايف كده لأن إحنا محتاجين إن إحنا يبقى عندنا سيستم يعني إحنا الحمد لله دلوقتي يعني طبعا من أنا عندي دلوقتي كتنحمة سالم مسك القطاع نعم عامل سيستم كويس قوي وعملين أبليكيشن كمان لأولياء الأمور وكلام ده بحيث إن الشكاة والحاليات دي كلها تبقى بتروح مش مشورة ده معمول إيه تجهيز لللياقة البدنية ولا تقول حياة كلها الحاجات التانية اللي هي التدريب وكده هو نعمل ورش عمل للمدربين بصفة مستمرة نعم يبتدي يشوف مشاكل الناس إيه يشوف إحنا وصلنا لإيه لو هو عنده ملاحظات على المدربين يبتدي يتكلم فيها سواء في النواحي الإعداد أو النواحي البدنية دي بتصب بعد كده عند المدير الفني بقى اللي فوق كبير في الآخر هو بيعمل تقرير بيرفعهولي أنا لأ ما بتصبش القطاع النشئين منفصلة عن قطاع الدرجة الولاي نعم بيصب عندك بيصب عندك أنا لما بيجي لك بقى الكلام دي كله إيه القرارات لتا بتتخيزها حسب إيه الموضوع يعني أنا مثلا أنا أنا ما بشوف حاجة ما بتعجبنيش في شكل التمرين وأنا بروح مدينة نصر بشوف الناس شغالة إزاي تبور على الفروع بقى آه آه ما هو أنا مدينة نصر لازم الجزيرة وبعد كده أريد أطلع على مدينة نصر عشان ما تشوف التمرين كل مدينة نصر فبعض أتفرج على الفرق لو في حاجة مش عجباني بكلم مع أحمد سالم ما كلمش المدرب إنما هو بيبقى لينكي معك في الأول وأنت بتتكلم بعد كده مع المدرب مع المدير الفن لا مليش جعب المدرب اقضع نشين حاجة وإلى حاجة آه آه لما باجي اتكلم مع ديف مثلا أنا عادت معا مبارح مثلا كنا في اسكندريا فعادنا قاعدة كده مبارح فأ اسكندريا بتاكل السمك وبتاعوا لا والله ما يشوفناش السمك آه كان عندنا مواطش مع البنك فمعادت معاه فكت بتكلم معاه فإن إحنا إزاي نخطط اللي هندي بول في النادل الاحي. اه. قلت له انا عايز اعمل منظومة متكاملة. عايز اللعيب اللي من تحت. لان انا عارف صعوبة السيستم اللي هو بيشغالين بيه. اه. يعني انا ما بجيب لعيب كبير من درجة اولى. بيجي يشتغل معهم بياخد وقت على ما يخش معهم في السيستم. طبعا. طب انا اللعيب الصغير دوت اللي اهيله عشان يوصل للحتة دي. عشان ما طلعه وفوق ما ياخدش وقت كبير عشان يخش اه. بالزبط. بالزبط. فهو ده اللي كنت قاعد بتناقش معاه في ايه. يعني انا انا الشغل اللي شغلني دايما هي تطوير الفرق عندي. اه. يعني انا الحمد لله الدرجة الاولى شغال وماشين كويس. طلعت كم ناشئ السنة دي. اه. للدرجة الاولى. الدرجة الاولى. ده الدرجة الاولى. بس هما فيه اتنين وواحد محترف برة. وطلعناه برة يعني احترف. يعني دي من ضمن السياسات اللي هنفكر فيها برده. طلعه من صغره. ان هو انا مسلا انا جايب مسلا مدعم اه مدعم الفرق الناشئين من الفين وستة والفين واربعة. باللعيبة. اه. طب هو ما يجي يطلع درجة الاولى لو هو ما دخلش في الدرجة الاولى. انا ببعثه مدرسة مشابهة نفس السيستم في اسبانيا يشتغل معهم يطلع اعارة. او ادهولهم سنة او سنتية. حسن. انا اقدر استفيد ماديا من الموضوع دوت. وفي نفس الوقت بجهز اللعيب دوت شان اما يرجع لي. عندي لعيب تاني ماديه لي الجزيرة. السنة دي اعارة. برضو باتلفت. كان هو اللي شايل فرق السنة فاتف الفين واثنين. عاوزت يلعب عشان يزيد. يا هو لو دخل للوقت مش يلع. اه. لأ اه اطلعه اعارة سنة. طلع اعارة وما وفقش. خلاص. خلاص بقى ده انت عملت اللي عليك. اه. لكن انا مسلا عندي احمد رادي. السنة اللي فاتت راح في سبورتين. ظهر في سبورتين كويس. كان طالع اعارة. لا العارة حاجة كويسة بصراحة. رجع. فدي من ضمن الحاجات الجديدة Everytime we have in PElife. ان انا عشان ما اقسرش اللعيبها. كم لعيب طلقته اعارة السنة دي تعريبا? السنة دي عندي مروان وعندي عمر فاسباني. في اسباني? عندي مروان راح الجزيرة اه. وعندي عمر فاسبانية. عمر بيلعب في الدور الاسباني؟ عمر شري. اه. بيلعب في دور الاسباني. كم سنة؟ لا الدرجة الأولى طيب يعني أنت في عندك أحمد سالم من المناصق بتاع ناشئين طيب أنا عملت حديث مع أحمد سالم تعال نشوف هايولا كيه ونرجع تاني